هذه أبرز العنوين رغم الخسارة الدولي المغربي بل الخنوس يقدم أداء مميزا في مواجهة منشيسة يونيسد الإنجليزية الكاف يفاجئ النجم المغربي صفر رحمي بجاهزة الكرة الدهبية كأبرز مرشح لتتويج بها نادي الهلال السعودية يحسم في قرار مشاركة الحارس المغربية سينبونو ضد النصر السعودي ويزف هذا الخبر الصعر مانويل بنغري مدرب نادي ريال بيتسال إسبانية يشهد بالدولي المغربي عبدالصمد الزلزولي بعد تجديد عقده مع النادي الأندلوسي وهذا بقى له عنها قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل الجرس باشي وصلك دائما أخبار المغرب قدم الدولي المغربي بل الخنوس أداء مميزا مع فريقه لستا سيتي أمام موتيسر يونيتد بالرغم من خسارة فريقه بخمسة أهدف لتنيد يومامس الأربعاء في ثمون النهائي كأس رابط الإنجليزية شارك بل الخنوس كأساسي في مباراة يومامس من جانب لستا سيتي قد سجل الهدف الأول لفريقه في حضود دقيقة ثلاثة وثلاثون قبل أن يترك أرضية الملعب في حضود الثانية والسبعون وبالرغم من خسارة الفريق إلا أن النجم المغربي بل الخنوس حصل على تنقيط سبع فاصلة واحدة وفقا لمنصة سوفا سكور وهو ثاني أعلى تنقيط بين اللاعب فريقه في مباراة أمسا وعرفت المباراة أيضا مشاركة الدولية المغرب نصير مزراوي الأخير من الجانب ماشيستر يونيتد حيث دخل كبديل في حضود الدقيقة الثانية والستون ليحقق بذلك تأهل مع فريقه إلى الدور الربع بعد غياب طويل للكرة الدهبية الإفريقية عن المغرب يبدو أن النجم المغربين مثل صفيان رحيم وأشرف حكيمي يملكون فردا قويا في سباق النير والجائزة لعام 2024 بفضل أدائهم الباهر خلال الموسم الماضي قد تم إعلان عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لعب إفريقي والتي تضم ثلاثة نجوم عرب المغربيين أشرف حكيمي صفيان رحيمي والجزائري أمين غوري بينما آتا راغياب أسماء باريزة مثل إبراهيم دياز ومحمد صلاح جدلا واسعا بين المشجعين المغاربة الذين استغربوا اختيارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكافة بالأرقام حقق صفيان رحيمي موسما مذهلا مع العدن الإماراتي حيث سجل خمسة وثلاثون هدفا وصنع خمسة عشر هدفا في خمسون مبارات متوجا بلقب دوري أبطالي أسيا والجائزة هداف البطولة بثلاثة عشر هدفا كما قاد مجخب المغرب الأولمبي لتحقيق الميدالية البرونزية في أولمبيا دي باريس الفين وأربعة وعشر محققا لقب هداف البطولة بثمانية أهدف أما أشرف حكيمي نجم باريس سانجرمان فقد لعب خمسة وأربعون مبارات الموسم الماضي مسجلا تمانية أهداف وصانع تمانية أخرى وحقق مع فريقه لقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا بالإضافة إلى الميدالية البرونزية مع المنتخب الوطني المغربي في أولمبيا دي باريس ونجح النجم النيجيري إذن مولا لوكمانا مهاجم أطلنطا الإيطالي يعتبر منافسا قويا اتسجل عشرون هدفا وصنع إحدى عشر أخرى في سبعة وخمسون مبارات توجه مع أطلنطا بلقب دوري الأوروبي بعدما أحرز تلاتي في المبارات النهائية ضد باي لفركوزناء ومن المقررين يقام حفلة توزيع الجوائز الكافة لعام 2024 يوم السادس عشر دجنبر في المغرب حيث يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكرة الدهبية الإفريقية وأفضل لعب في القارة في مختلف الفئات حسما نادي الهلال السعودية الجدل حول مشاركة النجمة الدولية المغربية سينبونو في مباراة ديربي المرتقبة ضد النصر السعودي المقرر غدا يجمها حيث أعلن نادي الهلال السعودي عبر بيان رسمي عن انضمام الحارس المغربية سينبونو للتدريبات الجماعية مؤكدا جاهزيته للمشاركة في اللقاء الديربي وتعد عودة الحارس المغربية سينبونو إضافة قوية لفريق الهلال خصوصا أنه يمثل تحدي كبير للنجمة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم ينجح في هز شباك الحارس مرمى المغربي منذ مواجهتهما في منطيع قطر الفيني وإثنان وعشرون كان يستيبونو قد غاب عن مباريات الأخيرة للهلال بسبب نصابة تعرض لها أثناء مشاركته رفقة المنتخب الوطني المغربي في مواجهة إفريقيا الوسطى دمنا تصفيات كاسيوم من إفريقيا المغرب لإضطر على إطرها الاستبعاد من الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بالإضافة إلى الأسبوع الرابع الشهري أعرب مانويل بنغري مدرب النادي رجال باتصال إسبانية عن سعادته بعد تجديد الدولي المغرب عبدالصمد الززولي عقده مع الفريق مشير إلى أنه أخبر لعبيه بالبقاء في صفوف النادي الإسباني قال مانويل بنغري في ندوات الصحفية التي تسبق المباراة فريقه ضد جورينا في كأس الملك عبدالصمد الززولي يتطور وهو منفتح على الاستمرار وفي تحصين مستوى عليه أن يعرف كيف يستغل الظروف في مختلف الجوانب وأضاف أن نزعيد للغاية من أجله وبتجديده معنا أراه يتدرب كل يوم ونعرف ظروفه الأمر يعتمد على اللاعب إذا كان يريد الاستماع إلى الجوانب التي تحتاج إلى النج ولا عجب أن هذا أحد أسباب بقائه هنا واختتم مدرب ريال بيتزن الإسباني بمانويل بنغري حديثه قائنا أعتقد الكثيرون في الصيف الماضي أنه يجب على الززولي الرحيل لقد تحدثت معه وأخبرته أنه عليه أن يبقى هنا لمواصلة هذا هو الطريق الذي اختارها وكان أمراً رائعاً كأعضى نتائجه في تدريبات الاستعداد لموسمي جديد وأصبح الززولي يقدم الأداء المطلوب منه داخل أرضية المرعبة ويدكر أن نديري بيتزن الإسباني أعلن يوم الأربعاء الماضي عن توصله لاتفاق مع النجم المغربي عبدالصمد الززولي لتمديد عقده مع الفريق إلى غاية عام ٢٠٢٩